الدعم مقابل الإصلاح واحترام مبادئ الديمقراطية وعدم استخدام العنف وتحديد أولويات مؤسسات الدولة المدنية في الأمن والحكم السياسي إنها المعادلة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وربط مستوى الدعم الذي سيقدمه للحكومة بمدى التزامها بالشروط المذكورة الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية فدريكا موغاريني قالت إن العراق على مفترق طرق في تاريخه بعد انتهاء المعارك ضد تنظيم الدولة والتي كلفت العراق الكثير من الخسائر وبالتالي فإن على الحكومة أن تعمل على إعادة بناء البلاد بمشاركة جميع مكونات المجتمع العراقي استراتيجية جديدة يقول الاتحاد الأوروبي إنه يهدف من خلالها لتعزيز الدعم في مجموعة من المجالات للحفاظ على وحلة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها ودعم الجهود الرامية إلى إقامة ما سماه حكما ديمقراطيا متوازنا خاضعا للمسائلة كما ألمحت الاستراتيجية الأوروبية إلى وجوب حل الميليشيات بعد إعلان حكومة العبادي القضاء على تنظيم الدولة وشددت على ضرورة توفير الأمن وسيادة القانون من خلال قوات تابعة لمؤسسات الدولة بعيدا عن ميليشيات الحجد واحترام حقوق الإنسان واحتياجات المواطنين وعلى الرغم من المساعدات الطريقة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للشعب العراقي إلا أن مفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس سيتي لانديس أكد أن الاحتياجات الإنسانية في البلاد لا تزال مرتفعة لأسيما في الموصل والفلوجة ومناطق أخرى شهدت عمليات عسكرية ترجمة نانسي قنقر